تقول زوجي متزوج علي ولا ينفق علي ولا يعيش معي هو مستفيد من الضمان يتصدق منه هو ميسور الحال لكن لا يعطيني مصروف واريد الاستفادة من الضمان أمت الله من المدينة بارك الله فيك أنا متعجب من هذا الزوج كيف الآن ما شاء الله يتصدق وميسور وينفق ويقتر على زوجته غريب جدا يعني يعني أحق الناس بالصدقة زوجتك أحق الناس بالنفقة زوجتك تدري يا أيها الزوج أن نفقة زوجتك أوجب عليك من نفقة والديك تدري هذا ولا لا يعني بعض الناس ما يدري زوجتك هذه أمانة عندك زوجتك أمانة عندك ولذلك لما نأتي في باب النفقات عند الفقهة يذكرون أقوى جانب في النفقات جانب الزوجة لأن النصوص جاءت تؤكد عليه ثم بعد ذلك الأولاد ثم الوالدين فغريب جدا يعني فيه أناس قد يعانون مشاكل نفسية سامحون بهذا الكلمة يعني بره كريم داخل البيت عنده مشكلة